اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم معنا من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة معنا حلقة جديدة النهاردة حلقة جديدة وخطيرة جدا وهمة جدا وبطلب من حضراتكم المرة دي سماع الفيديو بالكامل ويمكن اعاداته مرة واثنين وثلاثة معنا يعتبر خريطة لما هو قادم لعشرين تلاتة وعشرين وهذا ليست تنبؤات ولا خزعبلات ولا تنجيم ولكن ده شيء واقع بالورقة والقلم وهنشوفه مع بعض فياريت ياريت تركزه فيما هو قادم وهنتكلم دلوقتي عن جيليتو كييزة جيليتو كييزة اللي كشف المخطور بالحرب وايه اللي يحصل في عشرين تلاتة وعشرين وهنا كان بيقول سأقول الحقيقة وأموت تعالوا بينا نروح ونشوف ايه التفاصيل وايه اللي منتظرنا في عشرين تلاتة وعشرين وقبل ما نبدأ بذكر حضراتكم بعمل اللايك ياريت ما تبخلش علينا باللايك يا جماعة علشان اللايك مهم جدا لاستمرارية القناة فياريت نعمل اللايك دلوقتي عشان نركز في اللي جاي وهكون شاكر لحضرتك مقدما طبعا وياريت ننشر الفيديو وننشر المعلومة ما نوقفش المعلومة عند حضرتك والدنيا يتوقف عندك وبس خلي غيرك يعرف ويعرف ويعرف وانشر الفيديو في كل مكان وكمان يا جماعة اي حد جديد معنا وعايز يوصلوا كل جديد من القناة ياريت يشترك في القناة هيدوس على زرار اشتراك اللي تحت الفيديو او سبسكرايب بالانجليزي اه واخيرا وليس اخيرا ولم يحدث في العالم من مؤامرات ومن كوارث ومن حروب ومن غلاء ياريت كلنا نقول مع بعض اللهم ارفع غضبك ومقتك عننا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين كلنا محتاجين ان نقول الدعاء ده كلنا محتاجين ان نقترب من الله سبحانه وتعالى لما هو قادم من مجهول فنطلب من الله العون ورفع غضبه عن البشرية اللهم نستودعك الارض ومن عليها ياريت يا جماعة نقول مليون امين ياريت كلنا نعتبر الفيديو ده بمثابة شيء ناخد منه سواب كبير جدا بل يمكن اللي انت مش هتقصر فيه حاجة لو كتبت امين وقلت الدعاء يمكن تكسب حاجات كتير ويتفتح لك ابواب كتيرة هنبدأ بقى نتكلم عن جوليتو كيزة ونعرف الاول ايه قصته هو مين جوليتو كيزة فهنشوف مع بعض الاول نبزة عن جوليتو كيزة جوليتو كيزة هو واحد اتولد في ايطاليا واتولد سنة 1940 وكان صحفيا ومؤلفا وكان كمان عضو البرلمان الاوروبي عضو البرلمان الاوروبي يعني جوه مطبخ البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي وتولى المنصب من يوليو 2004 الى يوليو 2009 يعني قعد خمس سنين في البرلمان الاوروبي وهو من شمال ايطاليا وزا ما قلنا ولد في 1940 ومات وتوفي من سنتين فقط سنة 2020 وكان عمره ساعته 79 سنة وطبعا هو صحفي وسياسي مهنته ولكن كان عضو الاتحاد الاوروبي وفيه بقى حاجات كتير عن حياته ومش هنتدقرق لها دلوقتي ولكن الجدل والدنيا مقلوبة الايام دي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الصحف انه اعادوا نشر هذا الفيديو كان جاي من الفيسبوك وحرب كبرى ستبدأ من اوكرانيا والكلام ده قالوا في خطاب سنة عشرين خمستاشر سنة عشرين خمستاشر حرب كبرى ستبدأ من اوكرانيا ولما قال الكلام ده في الفين وخمستاشر طبعا اصار الجدل ولكن نيجي هنا ايه اللي قالوا وهنقرأ الاول مع بعض كان بيقولوا نبوء جليتو كيزة حول اوكرانيا هو لم يتنبأ ولكن هو قال الورق المقفول الورق المخفي تكلم عن الاوراق المخفية عن العالم وهنا نقرأ بس المقالة دي ونرجع تاني لما هو قاله الخطير جدا جليتو كيزة استاذ ايطالي وعضو البرلمان الاوروبي ونائب رئيس لجمة التجارة العالمية في البرلمان الاوروبي سياسي مخضرم واستاذ جامعي ومؤلف لكتب عن السياسة العالمية جليتو كيزة هو مؤسس الحركة الثقافية الاوروبية لتدعيم الدموقراطية في وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الالكتروني في محاضرة مدهشة له عام 2015 باللغة الايطالية اعلم فيها وده الفيديو اللي احنا جبناه لكم وده بعض مقتطفات من الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه بالتفصيل ونحكي فيه بالتفصيل ولكن بعض من المقتطفات اللي قالها في 2015 ان اوكرانيا ستقودها النازية بدعم امريكي اوكرانيا المسلوبة الارادة سيجعلها الامريكان مخلبهم لمهاجمة روسيا سيجعلونا دنباس ومذابح النازيين في لوهانيسك ودونيستيك شرارة لحرب عالمية ثالثة هنا هنقف هل الكلام اللي تقال في 2015 ما تمش ان اوكرانيا ستقودها النازية بدعم امريكي تم بالحرف اوكرانيا المسلوبة الارادة سيجعلها الامريكان مخلبهم لمهاجمة روسيا تم بالحرف لان اوكرانيا دلوقتي بتحارب بايه بتحارب بالوكالة بتحارب بالنيابة عن امريكا وعن الاتحاد الاوروبي وسيجعلونا دنباس ومذابح النازيين في لوهانيسك ودونيستيك شرارة لحرب عالمية احنا كلنا بنقول ان احنا دخلين على حرب عالمية واللي حاصل من مدابح لم يراها هذا العصر من قبل والموضوع ابدا ليس اوكرانيا هنا بقى بيوضح لك القصة مش قصة اوكرانيا ابدا الموضوع هو تدمير اوروبا كلها في حرب روسية اوروبية ودينا قبل ما نكمل الكلام احنا شايفين اوروبا حاصل فيها ايه شايفين اوروبا حاصل فيها اا ضبار اقتصادي حاصل فيها اا 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 احتجاجات اا ومظاهرات وثورات هتبدأ وبيشيلوا الحكومات ويرجعوا الحكومات كل شوية شايفين اوروبا اول مرة يبدأوا يخرجوا يدوروا على اكل في بنوك الاكل وفي بنوك الطعام شايفين اوروبا دلوقتي بتشتكي من البطالة الجمة شايفين اوروبا بتشتكي من ارتفاع الاسعار الغير عادي شايفين اوروبا دخل على برد قارس وزي ما علماء اوروبا قالوا سيموت الاوروبيين في عام الفين وثلاثة وعشرين ليس من الفيروسات ولكن من البرد لعدم وجود طاقة للتدفئة ولعدم وجود فلوس او نقود اا يقدروا يدفعوها للكهرباء علشان يشغلوا جميع التدفئة اللازمة فالكلام اللي هو قالوا بيقول لي الموضوع ابدا ليس اوكرانيا الموضوع هو تدمير اوروبا كلها في حرب روسية اوروبية والكلام ده حصل كل ده جماعة في عشرين خمستاشر الكلام ده في الخطاب اللي قالوا في عشرين خمستاشر وانا سمعت الخطاب بنفسي بالحرف والترجم بالحرف في نفس الكلام ده هنا بيقول لك اي عدوان على روسيا هو عدوان عليكم في بيوتكم ايها الاوروبيين ده هنا هو بيقول اوروبا من الفين وخمستاشر بيحذرهم لن ينقذكم احد ليس لديكم غير روسيا لانقاذ اوروبا مما يخطط له الامريكان لاسباب موضوعية روسيا هي الوحيدة التي تستطيع انقاذ البشرية السؤال لماذا؟ لماذا تريد امريكا حرب مدمرة؟ الجواب امريكا تنحدر ولن يكون لها مستقبل ولن يكون القرن الواحد وعشرين امريكيا ما لم تشن حرب مدمرة يدمر منافسيها بانفسهم هنا بقى بيقولك ان امريكا بما معناه بالعربي ان خلاص ضوءها بيخفت وان امريكا بتسقط وعلشان ما لهاش مستقبل وان امريكا ستضمر من داخلها تعمل ايه امريكا؟ علشان تعرف تعيش لازم يشن حرب هي تضمر فيها منافسينها بانفسهم يعني اوروبا تضمر نفسها بنفسها وروسيا تضمر نفسها بنفسها واوكرانيا تضمر نفسها بنفسها وتسيب كل دولة يضربوا في بعض لغاية ما يتضمروا اقتصاديا فترجع امريكا تاني الى فلكها تسيب الصين وتايوان تؤجج ما بينهم النيران تؤجج ما بينهم لغاية ما توصل ان الصين تضرب فيه تايوان وتضوق وتدمر اقتصاد تايوان والصين تنهك وتخش معاهم طبعا اليابان مش هتسيب تايوان تضرب ويجي على اراضيها سواريخ فيبقى الصين واليابان يضمروا بعد تخش معاهم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية يبدأ الضمار هنا تيجي من ناحية تانية يخشوا في اسرائيل وايران من الجانب الاخر ويدخلوا معاها الشرق الاوسط والسعودية ايران عايزة تضرب في السعودية لا هضرب في اسرائيل لا بتهدد في العراق وسوريا وتفضل الدنيا كلها شغالة في حروب حتى يتم الضمار الاقتصادي للجميع وكله يلجأ لمين؟ لسيدة العرش امريكا اللي كانت هتخسر مجدها وتخسر ملكها وتسيدها على الارض وده هو اللي بيكشفه هنا جليتو وبيقول ان في القرن الواحد وعشرين ان امريكا وفي الخطاب بقى قيل كده ان امريكا وجدت نفسها بتفقد كل شيء فكانت لازم تخلق حرب كبرى ويدمر منافسينها انفسهم وكان المحاضرة دي تاريخها 14 تشرين التاني سنة 2015 يعني من سبع سنين قال الكلام ده بالحرف طيب ايه تاني عن الكلام اللي قالوا هنا بيقولك ابعد من اوكرانيا وفيينة انه خطر تدمير اوروبا والعالم وده برضو عن جليتو ونسمع بقى كلمتين دولت لانهم هم مين بيقولك لم يعد السكوت جائزا ولا الوقوف على التل منجيا ولا التصويت بالممتنع مجديا لوقف تدهور الاوضاع العالمية واحتمال تدحرجها الى حرب عالمية والقضية اصبحت ابعد من مجرد ازمة او مشكلة روسية مع اوكرانيا حول حقوق المواطنين الروس في جمهوريتي حود الدون او اختلاف رؤى بين ايران الجمهورية الاسلامية ودول الغرب وفي المقدمة واشنطن حول ما بات يعرف بالاتفاق النووي المشكلة اصبحت بين مستقبل النظام العالمي المعوج الذي تتحكم به امريكا وبين استقرار وتنمية شعوب الارض وامامها وحقها في الحرية والتنمية المستدامة وسلامة اراضيها والسلام العالمي وليكم اخطر ما كشف حتى الان بهذا الخصوص الغرب المنافق كان يعمل على تسليح كييف بالكمبلة النووية كييف اللي هي عاصمة اوكرانيا كشفت مصادر روسية عليا مواثقة بان كييف او اوكرانيا كانت تعد منذ تسعينات القرن الماضي لانتاج كمبلة نووية بمساعدة الغرب وامريكا بشكل خاص وتضيف المصادر الروسية بان كييف او اوكرانيا ربما قامت باتلاف اجزاء من النشاط والوثائق المرتبطة بالمشروع اثناء السيطرة الروسية على منشأة زابروجيا النووية حيث كادت ان تحترق المنشأة وتعرض امن اوروبا للخطر بسبب التلوث الاشعاعي الذي كان سيحصل او انفجار المنشأة لو لا ادارة موسكو السريعة والحكيمة كما ان جزءا من المشروع ربما تم تهريبه للخارج اثناء الازمة الحالية كما تؤكد المصادر الروسية العليا ومصادر اوروبية مستقلة تؤكد بان المعلومات الروسية حول البولوتينيوم والاقراني دقيقة لذلك سيطر الجيش الروسي على المحطات النووية بعد ان قام الامريكيون باخلاق دباطهم ووثائقهم الى مدينة لفيف في الغرب طبعا هذا فضلا عن تدمير خمسة وعشرين مختبرا بيولوجيا للحرب الجرسومية كانت تشرف عليها المخابرات الامريكية والتي ايضا فر العملون فيها من الضباط الامريكيين الى الغرب الاوكراني كل ده كلنا يا جماعة سمعناه وشفناه واريناه في كل المواقع والصحف ومن جهة اخرى فقد كشفت مصادر اوروبية متابعة ان النائب الايطالي هنا نتكلم بقى عن جوليتو ان النائب الايطالي والشهير والعضو الفاعل في البرلمان الاوروبي جوليتو كييزا وهو الاستاذ الجميعي والمؤلف لكتب عالمية كان قد كشف في محاضرة مدهشة له في 14 تشرين الثاني عام 2015 واللي عايز يوصق تاني اهو قد كشف في محاضرة مدهشة له في 14 تشرين الثاني عام 2015 باللغة الايطالية اعلن فيها يوم ذاك ما يلي بان اوكرانيا ستقودها النازية بدعم امريكي وقلناها اوكرانيا المسلوبة الارادة سيجعلها الامريكان كذا انهم سيجعلون دنباز ومذابع نفس الكلام اللي قلناه ويومها تساءل هذا الناشط البرلماني الكبير والذي هو ايضا مؤسس الحركة الثقافية الاوروبية لتدعيم الديمقراطية في وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الالكتروني بالقول السؤال لماذا وقلنا ان امريكا قوة يأفل نجمها وتنحدر ولن يكون لها مستقبل ولن يكون القرن الحدي والعشرون امريكيا ما لم تشن حربا مدمرة يدمر منافسوها انفسهم بانفسهم هنا بقى بيقولك هذا غيض من فيد تمتلئ به تقارير ومطالعات ومقاربات دول ومراكز دراسات غربية وعالمية عديدة حول خطط ومشاريع جهنمية تحضر لها واشنطن المهزومة والمزلولة للعالم الحر والمستقل اضافة الى ان تاريخها المملوء بالسلوك المتوحش ده بتكلم على امريكا ويكفينا من ذلك تحديدا كنبلتي هوروشيما ونكذاكي على دولة استسلمت لامريكا ولم يكن حتى اي مبرر عسكري لاستخدام ذلك السلاح اظن ان الامر بات واضحا وجليا لكل صاحب عقل سليم بانه لا بد من الانتباء والعمل والسعي الحتيث وبزول الجهود الدقوبة لتشكيل جبهة عالمية ضد الولايات المتحدة والتي باتت بمثابة التكسيد الفعلي لمقولة الشيطان الاكبر كما وصفها الامام الخميني الراحل من اجل انفسنا من اجل سلامتنا من اجل مستقبل اجيالنا من اجل السلام العالمي لا من اجل عدالة الموقف الايراني او مشروعية تهران او غيره او المطالب الروسية المشروعة تجاه الغرب او كذا هو هنا بيتكلم انها من اجل انفسنا ومن اجل العالم وهنا ده برضو اتكلم عن امن اوكرانيا وفيين انها خطر تدمير اوروبا طيب لو رجعنا للفيديو اللي اتكلم فيه وانا مش هقدر طبعا اجيب الفيديو عشان حقوق طبعه والنشر ولكن احنا هقول لكم ايه بقى تاني ملخص الفيديو والباقي في هذا الفيديو اولا بعد ما جوليتو كيزا اتكلم ايه اللي يحصل في اوكرانيا والكلام ده قلنا تاني من 2015 وايه اللي تعمله روسيا وايه اللي يعمله الاتحاد الاوروبي هو بيقول في بدايات 2023 وقال ده انا قبل ما موت هقول الكلام ده حتى لو موتوني او اتلوني وهو فعلا قال ده في 2015 ومات في 2020 يعني قبل ما يشوف كمان بدايات هذه الحرب اللي اتكلم عنها فبيقول ان في 2023 النصف الاول منه هيبدأ يحدث ضمار اقتصادي عالمي وسقوط للبرصة وان برصات العالمية هتسقط لمدة ستة اشهر متتالية وبيقول هيبقى الركود والكساد سيسيطر على العالم واحنا فعلا دخلين على ركود وكساد حتى تكلم على الفدرالي الامريكي وانه هيرفع الفايدة بمعدلات مجنونة لم يصبق لها مثيل وفعلا ده حاصل وان كل ده هيأثر على الاسعار العملة في العالم والاسعار التدخمية في جميع الدول دول العالم بما فيها الشرق الاوسط والدول العربية وقال بعد الركود والكساد هيبدأ تدمير الاتحاد الاوروبي هتبدأ اوروبا ينسحب منها كل بلد تقول هو وانا مستفادة ايه بوجودي في الاتحاد الاوروبي انا عمل اخسر شعبي واخسر حكومتي واخسر اقتصادي واخسر طقتي وكل ده انا مستفادة ايه وبعد كده هيبدأ الاتحاد الاوروبي في التفتيت وهو نهى قال ان 2023 ستشهد ضمارا اقتصاديا عالميا وستشهد حربا قاسية وبعد كده ان الشايف ان النهاية والحل الوحيد هو تكتل العالم كله على امريكا حتى يصلوا الى المطاوضات وخدوع امريكا للنظام العالمي الجديد او نقش في الضمار بتاع البشرية من الحروب النووية وما ذلك ولكن قال لا اجزم بحرب نووية تدميرية او بالخضوع الامريكي علشان يوصلوا الاتفاق شامل ولكن هو بيقول احتمالية خضوع امريكي للمفاوضات ما بين روسيا وامريكا والصين ان هو ده اللي ممكن يبقى موجود وبالتالي هنخش في عصر جديد عصر روسي امريكي صيني كوري عربي وهنا بقول يا جماعة للعرب وبقول للحكام العرب والدول العربية ان لم يستغلوا الفرصة ويكون هناك اتحاد عربي موحد وجيش عربي موحد وسوق عربية موحدة ونطرك كل مشاكلنا الهامشية والقبائلية والطائفية على جنب هتحصل كارثة وهنفضل خاضعين للأبد لان القادم للأقوى والقادم للي يقدر يفرد سيطرته على النظام العالمي القادم والقادم للي هيبقى في ايديه السلطة والكلمة والقوة والعدد والمال وهنا العرب من كل دولة عندها ميزة وعندها حتة لكن دولة الوحدية ما تقدرش تعمل حاجة هتلاقي دولة عندها جيوش ودولة تاني عندها اموال ودولة تاني عندها بترول لو كل ده وطرقنا جميع مشاكلنا الوهمية المشاكل التي زرعت بيد امريكية وغربية داخل دولنا مشاكل الفتنة والطائفية والعنصرية والقبلية دي حاجات زرعت داخل العرب زرعت في دمائنا لدرجة بقينا طلعين عمي مش شايفين امامنا غير هو ده في اختلاف ما بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية ولا مش هسكت والدولة دي هعمل وسوي فيها ولكن في الآخر انت هتلاقي الدولة دي دولة داخل افروكيا داخل نفس الارض اللي انت قاعد عليها نفس الحكاية هو ده اللي مطلوب في عشرين تلاتة وعشرين يبدأ العرب في وجود فريق عربي واحد جيش عربي واحد اتحاد عربي واحد سوق عربية واحدة حتى لا نقع في براثن الشيطان الأكبر في نهاية هذا الفيديو بشكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة ياريت حضراتكم تسمعوا الكلام اللي في الفيديو ده مهم جدا هينئلك الصورة القاتمة القادمة ولكن الصورة دي مش هتنور غير من خلال حاجة واحدة اننا نقول الله سبحانه وتعالى اللهم ارفع غضبك ومقتك عندك اللهم نستودعك الأرض ومن عليها اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اوعى تنسوا اللايك للفيديو اوعى تنسوا تنشروا الفيديو اوعى تنسوا تقولوا امين اوعى تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد شكرا حضراتكم اترككم في رعاية الله وامنوا انتظروني فيديوهات مهمة جدا 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 والسلام ختام على الجميع اشتركوا في القناة